اشتركوا في القناة 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 يعني عندك كذا طريقة انك انت تسوي هذا التحدي اكمل مواجهات حول قاعدة المتمردين يا انك بعض الاحيان وانت ماشي تشوف دوريات ماشية لستارورز يعني ثلاثة عسكر اربع عسكر مع بعض كذا هذا دورية اذا انت قتلتم كمان نحسب معك من ضمن المواجهات مطلوب منك مرتين وتخلص التحدي طيب في التحدي يقول لك اجمع البلستويد عدد خمسة عشر هذا التحدي تسوي معايا وانا بقاتل الجنود لكن هذه القطع وينين تحصلوها ركزوا معايا هذه هي القطع هما قصدهم شايفينا طيب وين تحصلوها اذا انت في قرية المتمردين كل اللي عليك انك تكسر الاشياء هذه شوف هذه هي القطع في عندنا كمان تحصلوها عن طريق هذه خلينا اوريكم اياها عندك هذه كمان في عندنا هذه مو ضروري في قرية المتمردين في اي مكان تحصلو القطع هذي وتجمعو القطع البلستويد عدد خمسة عشر فيسو معاك التحدي طيب في التحدي الخامس يقول لك اصب اعداء باسلحة بعيدة المدى عدد خمسة عشر اسلحة بعيدة المدى في عندنا كذا نوع في عندنا اول شي السهوم هذه لاحظوا معايا او عندك اسلحة ستار وورز يعني عندك السلاحين هذه يا القوس يا اسلحة ستار وورز بعض الاشخاص هيسألوني طيب من فين نحصل على اسلحة ستار وورز اذا انت قتلت جنود ستار وورز هيعطوك الاسلحة هذه طيب اذا انت ما حصلتها تقدر تسوي القوس القوس هذا جدا سهل انك تسويه طيب هذا التحدي تقدر تسويه على اي شي قدامك لاحظوا معايا عندنا هنا السهوم تحطها بعد كده تسويها شوف لاحظوا حتى على الدجاج حتى على أي شيء قدامك تقدر تسويه لاحظوا بيسوا معنا التحدي مطلوب منك أنك تصيب 15 ضربة ويسوا معاك التحدي طيب في التحدي يقولك ضع قطع المتمردين أو قطع الإماراتورين في عالم لعب حر عدد 25 هذا التحدي علشان تسويه ضروري أنك تدخل عالم اللعب الحر هذه أول نقطة النقطة الثانية ضروري أنك تطور القرية للرقم ثلاثة لما تطورها للرقم ثلاثة تقدر تبني مباني ستار وورز أول ما تبني مباني ستار وورز كل قطعة تركبها إن حسب معك واحد فمطلوب منك 25 قطعة وتسوي التحدي طيب الأشخاص اللي طوروا مدينتهم في عالم الصمود تمام هيسألوني يا صياد هندخل العالم الحر ونطور القرية للرقم ثلاثة عشان نسوي التحدي الإجابة لا إذا أنت دخلت عالم الحر أول مبنى حسوي اللي هو هذا المبنى عارفينه اللي هي هذا اللي تحطه فيه هذا القطع طيب هذه القطع خاصة بستار وورز كل ما تبني وحدة ينحسب معاك التحدي لاحظوا معايا أنا سويتها الآن كم 13 تمام كل اللي عليك إنك تسوي حركة واحدة تهدمها وترجع تبنيها تمام لاحظوا معايا فإن حسب معاكم التحدي تسويها 25 مرة وتخلص التحدي هذو للأشخاص اللي بنوا مدينتهم في عالم الصمود وما يبغى يعني يطور مدينته في العالم الحر فكل اللي عليك إنك تسوي الحركة هذه المبنى هذا أول ما توصل للمرحى رقم أربع حيطلب منك إنك تصنع هذه فإنت أصنعها وهدمها صنعها وابنئة وهدمها 25 مرة فتسوي التحدي لكن للأشخاص اللي بنوا المبنى بالكامل وخلصوه ما تقدر تسوي التحدي هذا ليه لأنك كل ما تهدمها ما يبين لك إنك إنك تقدر تصنعها ثاني مرة فكل اللي عليك إنك تطور المدينة رقم ثلاثة بعد كده تبني مبنى ستار وورز تركب منه 25 قطعة بس وتسوي التحدي فهمتوا كيف؟ فهذه كانت جميع تحديات ستار وورز المرحلة الثانية اللي هي ضد الإمراتورية هذه التحديات بعضها ستسويها في عالم الصمود وبعضها ستسويها في العالم الحر فعلشان كده كنصيحة مني لكم إذا أنت تبني تبغى تبني مدينة في عالم الحر حاول تسوي مدينة كمان في عالم الصمود لأنه فيه تحديات ستشمل الصمود وفيه تحديات تشمل العالم الحر كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله اشتركوا في القناة